السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم الجيد في هذا الفيديو سنرى جميع التفاصيل ونطرق كل ما جاء مؤخرا في اليومين ما قال دراقي بالتفاصيل على المهاجير لأنه قال له ما رهم مورد ونرى أيضا دغط الرئيس على 27 ما تعني؟ 27 كل ما كتبته سنرى بالتفاصيل ونطرق كل ما كتبته ونطرق أهم النقاط نقاط التي تهمنا كمهاجرين ما قال علينا الرئيس وما قال أيضا المعارضة لبلينا وهو أن رئيس الحكومة والحكومة الحالية هنا في إيطاليا من جهة المهاجرين بذلك المفهوم كيف يريد المهاجرين وكيف يشرفنا كمهاجرين وكيف يفرحنا في نفس الوقت ما قالوا؟ لأنهم يريد أن يدخلوا مهاجرين ويدافعوا عليهم والرئيس يقول دائما يقول دائما بأن المهاجرين هم أصدقاء وخصنة الله فيهم شيء أعداء هذا الشيء كامل سنقول لكم لأننا نحاول ندخل هذه الجريدة التي حطت جميع التفاصيل وبالاختصار المفيد إن شاء الله سنقول لكم جميع النقاط المعارضة لأن كيفما جمكتوا هنا يا إخوان يعني الأرض مازال ملغومة يعني المعارضة مازال حاجز أو حيط أو مفهوم آخر كتدير يعني العصاف الرواية باش لا يمشيش فلوسي القدام وكيفما يدخلوش مهاجرين كيفما يقولوا بغينا الناس اللي هنا اللي كي ياخدوا دخل المواطنة هم اللي خدموا اللولين غنشوفوا كل شيء تشاهده بتفاصيل أهم النقاط الإخوان اللي كين في الفيديو وهو المهاجرين والمهاجرون هم مورد وضغط الرئيس على السبعة وعشرين غاد نعرفوا أشنو السبعة وعشرين اللي كي ضغط عليها الرئيس والمعارضة الأرض مازال ملغومة كيفما غنشوفو وضغط الجمعيات أيضا للدخول يعني ضغط الجمعيات للدخول لدخول أكثر عدد من العمال أولا سأقوم بالإخوان النقطة اللولة وهي المهاجرين كيفما قال دراقي المهاجرين هم مورد وصحابنا أصدقائنا خاصنا نتهلوا فيهم كيف يكونوا أعداء الرئيس أيضا يضغط يعني يضغط الرئيس الوزراء على السبعة وعشرين بشأن الإدارة المشاركة للهجرة أشنو السبعة وعشرين هالإخوان الرئيس في واحد اللقاء يضغط على السبعة وعشرين سبعة وعشرين وهي دول الاتحاد الأوروبي هي سبعة وعشرين دولة كيدغط عليهم الرئيس الرئيس يعني كيلح كيلح عليهم بأن الناس اللي دخلوا حارقين ماشي على القانونيين الناس اللي دخلوا حارقين لإيطاليا عبر لمبيدوزا اللي يأتيوا من ليبيا وتونس والجزائر والناس اللي دخلين على أوروبا الشرقية لدخلين من توركيا جايين من سوريا والعراق إلى آخرين والناس أيضا اللي دخلت من أفغانستان اللي هم هذا الشيء كامل إن شاء الله كي يقول لهم وكيدغط على السبعة وعشرين يعني دول الاتحاد الأوروبي اللي هم السبعة وعشرين كي يقول لهم هذين الناس هذين كاملين خاصنا نفرقوهم على جميع الدول يعني جميع دول الاتحاد الأوروبي ونديروه لهم الوريقات ديالهم ويصبحوا قانونيين ويعيشوا بناتنا لهذا كي يضغط الرئيس على هذين دول هذين اللي هم السبعة وعشرين من أجل يعني يعني من أجل يعني 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 كدول يعني المغرب والجزائر وتونس كي يقولوا بأن هذه الدول هذه آمنة يعني 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 نحاول أن يضرب كي لا نطول عليكم فيديو ويكون في نفس الوقت يعني مختصر ومفيد وكل يعني يعني كل إفادة سيكون الجامعة إن شاء الله تقولوا جريدة النص والقانون سيكونوا قريبا من توقيع رئيس الوزارة هذا هذا على الذكرى التفلوسي الناس الذين يسولوا على الذكرى التفلوسي رلحات الساعة ما ينواله كنشوفوا أنه ما زال محطوط في الطاولة ولا كيرا في نفس الوقت حين المعارضة ما بغاش الذكرى التفلوسي يتحل كي يقولوا دائما بغينا الناس لهنا هم اللي غادين يخدموا هل نشوفوا ذك شي بالتفاصيل إخوان تقولوا جريدة النص والقانون سيكونوا قريبا من توقيع رئيس الوزارة درالي في البرلمان أمام مجلس الأوروبي وبروكسيل كرر الرئيس يعني كان في اللقاء هذا كرر الرئيس أن المهاجرين هم مورد ويجب أن نسأل أنفسنا كيف نجعل هؤلاء الأشخاص يصبحون موارد في عالم العمل وأصدقاء الإيطاليين وليس أعداء هنا يرسل رسالة محجوبة إلى اليمين يرسل رسالة اليمين كيف يقول لهم بأن هؤلاء الأشخاص الذين يدخلون لهم يجعلون أصدقاء ومشي أعداء لنا وعرف أن المهاجرين هنا في إيطاليا لديهم أعداء لهم الأحزاب المعارضة وكذلك المعادية للمهاجرين النص أو القانون ينتظر القانون ينتظر رئيس الوزارة ينتظر رئيس الوزارة تنص على 81 ألف الذي ستدخل إن شاء الله هذه السنة وقد هضرنا هذا يعني هذا الشيء يتكرر فقط نحن نحن نضع فيديوهات ونقول ونقوم يكون في المثال يكون هذا هو الخبر المفرح وصار لأنه جديد أما يتقوم دائما مرة 81 ألف وتقسم هذه يعني لا داعي لنضع فيديوهات من أجل كسب المشاهدة المهم لذلك تنص على 81 ألف تصريح نصفها للمداخل الموسمية كيف حدرت وقلت لكم في الفيديو قادم بأن هناك وخمسة وربعين هذه الشيارات تقريبا كثير من أسبوع لأنها ركين 80 إلى 81 ستدخل والنص ستمشي للعقود الموسمية بين الفلاحة والريستورات والتوريس إلى آخر والنص الآخر للعمال المرؤوسين وقطاعات أخرى مثل الناقلين على الطرق أي السياقة والنقل البدايع والعمال الغير المهارة الناس سيأتي بالنص الآخر يعني 81 ستقسم نص الموسميات والنص للعمال مثلا الغير المهارة لا يوجد ديبلومات لا يوجد خدمة في شركات لا يوجد خبرات لا يوجد لا يوجد شيء عامل كيف يدخل كيف يخضب وعمال الفناديق 81 ألف مقارنة أو مقابل 30 ألف سنويا من 2014 لأن من 2014 كانت تدخل 30 ألف ما بين 30 ألف و30 ألف أو لا حتى 40 ألف مثلا إلى 2020 وهذه السنة هذه إن شاء الله سيضعفها ولكن على المستوى السياسي سنرى المعارضة كيف تقول لأن ما زال معارضة كينا و سنرى بالضبط ما قال ولكن على المستوى السياسي نظرا للأغلبية المركبة التي تدعم الحكومة لا تزال الأرض ملغومة الأرض ملغومة يعني لا أعرف الحكومة التي تريد تفتح الدكرة لأن الأرض ملغومة من طرف المعارضة من طبيعة الحال وهذا ما أكده التحذير الذي أطلقه أمس المعارضة وهي الرابطة الشمالية سالفيني والذي يطالب على الفور المواجهة الضرورية سالفيني والليغة يعني هذه الأحزاب المعارضة يطالب على الفور المواجهة الضرورية مع وزارة ديمايو والهامور جايزي وأورلاندو يعني المعارضة بغت بغت تقابل ضروري مع وزير وزير الخارجية ووزيرة الشغل عفوا وزير الخارجية ووزيرة الداخلية ووزير الشغل اللي هو أورلاندو يعني الحضور فورا إلى الغرفة لشرح كل ما يجري إذا كان هناك واحد لا يستطيع أن يصمت أو أو أن يسمح للصحف الصديقة بالدفاع عنه قد نشوفه هنا كين الضغط من طرف المعارضة وكتلع على دخول يعني المعارضة كتبغي وبغى دخول عمال مهارة للقيام بأتقل المهام المعارضة بغت دخول عمال لهما يعني عندهم خبرة وأيضا عندهم ديبلومات ويكونوا قادرين على أتقل القيام أتقل المهام عفوا هنا في إيطاليا وكذلك ضغط جمعيات قطاعية على الحكومة مثل كولديريتي كولديريتي اللي هدرنا عليها دائما الإخوة اللي كتدافع على المزارعين كولديريتي وغيرها من أجل جلب ودخول أعداد أكبر من العمال الموسميين في قطاع الزراعة هذه الجمعية كالديريتي كالدفع على المزارعين أو الفلاحين كالطالب بالدخول أكبر عدد من العمال الموسميين وهو ما مكرهوش هذه الجمعية من أهمهم كالديريتي هذه الجمعية عوض 40 ألف أو 45 ألف اللي ستدخل في القطاعات الموسمية مكرهوش كلهم يكونوا في العمل الزراعي فانتوني يا الإخوة هاتش اللي يجابيه يعني الخبر اللي كي يدور حاليا في مواقع التواصل وفي اليوتيوب وكيفما ديجا وصبحت لكم بأن هذه الأخبار هم كائنا دائما ولكن القانون ما زال محدود على الطابلة خاصة ضروري إتفيرما إتسينة لكي يخرج ولكن ما زال كينا معارضة اللي بغاء دخول عمال مهارة وعندهم ديبلومات ويعني اللي عندهم تجربة إخوان إلا كان شي جديد من طبيعة الحال ولا سمعت القانون ولا قرأت القانون وكان شي خبر من طبيعة الحال قانون خاصة يتفتح ولا خاصة يحطوا لي واحد أنه يقولوا كين واحد تاريخ مثلا واحد شهر واحد ولا جوج يكون واحد تاريخ إن شاء الله وشي خبر له هو رسمي بالتأكيد سننزف لكم الخبر ونصنعه ويتحط في الجريدة الرسمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته